قال محافظ جنوب سيناء خالد فودا ان الحكومة وفقت على اقامة منطقة حرة بمدينة ويبع بتكلفة تصل 40 مليون بنيها اوضح فودا خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان المنطقة ستسهم في توفير 14 الف فرصة عمل مباشرة لافت الى انه سيتم وضع حجر الاساس للمنطقة قريبا كما اشار محافظ جنوب سيناء الى ان نسبة السياحة في شرم الشيخ وذهب وصلت ل40%